بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم الأمواج والتيارات البحرية الفصل الثاني من وحدة المحيطات بالصف العاشر مادة علوم الأرض بالبداية كنا بنعرف أنه الأمواج والتيارات البحرية بتخص المسطحات المائية بين المحيطات وبحار وغيرها وكنا بنعرف أنه هاي المسطحات المائية مياها بشكل عام دائمة الحركة يعني ما بتعرف لا هدوء ولا سكون طيب أكيد هاي المسطحات باختلاف مساحتها وباختلاف اشكالها اكيد الامواج اللي فيها وحركة المياه فيها بتختلف بالبداية لما احكي كلمة امواج او موجة شو المقصود بالامواج عندنا كلمة الموجة هي اضطراب تتحرك فيه المياه نحو الاعلى والاسفل في حركته ذبذوبية دائرية يعني انا ميت البحر او ميت المحيط او اي مسطح مائي ميته رح تتحرك بحركة هاي الحركة طبعا رح يسبب لي اضطراب رح تتحرك فيها المي اما للاعلى واسفل يعني نحكي menus ارتفاع او هبوط يعني تأرجوحية او حركة دائرية يعني اشكال حركة المياه البحار او المحيطات حركتين حركة دائرية او زي ما حكينا حركة تأرجوحية ارتفاع وهبوط يعني مثلا انت عملكى تجربة بسيطة لو بدي ارميع حجر بنص دقلينا نحكي مياه فبلاحز انو هاد الحجر حوالينه بيعمل حركة حركة دائرية يعني دوائر حوالين الحجر فإذاً هاي الحركة الدائرية أو مثلاً عنا قارب صغير في وسط البحر أو وسط المحيط بلاحظه هو القارب هو وائل بطلع بارتفع شوي وبهبط شوي يعني ارتفع على الأعلى وللأسفل فهاي الحركة بسميها تأرجحية هون نلاحظ بعض أشكال وبعد أنواع الأمواج اللي بتصير في وسط المحيطات والبحار طلع عنا هنا موجة عاتية أو موجة ضخمة هون نفس الإشي هون أقل ارتفاع يعني أقل ممكن هديك بمحيط هون في بحار وعن هون برضو كمان حركة كيف عم تضرب الصخور الموجودة في وسط المسطح المائي تمام لازم نعرف هلأ خصائص الموجات شو هم خصائص الموجات يعني الموجة لما بدنا نرجي نرسمها إلها عدة صفات أو عدة خصائص أول إشي طول الموجة كلمة طول الموجة طبعا أكيد أخدتوه بمادة الفيزيا شو يعني طول الموجة هي المسافة بين قيمتين متتاليين أو قاعين متتاليين يعني لو بدأ طلع على الشيك العندي عندي هون الشكل برسمني موجة البحر أو موجة المحيط تمام بدي أحكي عن طول الموجة حكي أن هي المسافة بين قيمتين أو قاعين متتاليين يعني عندي هون القيمة هاي مع القيمة هاي هاي المسافة بناتهم بسميها طول الموجة كقيمتين متتاليتين لازم يكونوا جنب بعض يعني ما بقدر أحكي عن هاي القيمة والقيمة الأولى إذن لازم يكونوا جنب بعض يا هيك يا هيك هيك ساعتها بسميها طول الموجة أو قاعين متتاليين يعني هي عندي قاعين متطرينة عندي هذا القاع وهذا القاع فساعدتها بسميهم هنا طول الموجة إذا ما أنتم شايفين بالرسم مسافة رأسية يعني هون عندي هاي القمة وهاي القاع هي المسافة الرأسية بناتهم إذا هذا ارتفاع الموجة اما بالنسبة مستوى قاعدة الموجة هذا مهم هو المستوى او العمق اللي بتكون في اياته بتقل حركة المياه او الموجة عنده الا انت تلاشي يعني تختفي يعني الارتفاع لما تختفي عنده حركة الموجة ساعتها بسميه مستوى قاعدة الموجة طبعا بعطيني قانون بسيط انه مستوى قاعدة الموجة هو نصف طول الموجة يعني نطلع على الشكل هون عندي ا وبي موجة ا وموجة بي فبلاحظ انه الموجة ا طبعا موجة يعني اكبر خلينا نحكي من حيث القوة بلاحظ وين هون تلاشة حركتها او يعني ضعفة حركة الموجة طلع المسافة هون لما ايس عند هاي النقطة هاي بسميه مستوى قاعدة الموجة يعني قلت او تلاشت خلينا نحكي حركة الموجة اما الموجة بي بلاحظ طبعا هون تلاشت يعني دلل انه هون الموجة اقل او اخفض من حيث القدرة او من حيث القوة عند A و عند B هون بسميه مستوى قاعدة الموجة ليش؟ لأنه عنده بتقل طاقة الموجة وبتختفي تمام؟ وهي نص طول الموجة يعني على فرض أنه طول الموجة كان أربعة فإذا مستوى قاعدة موجة نصها يعني اثنين تمام نحكي على العوامل المؤثرة في الأمواج البحرية يعني أكيد مش كل البحار الأمواج اللي بتصير فيها متساوية ولا مثلا خلينا نحكي بحر بيفرق عن محيط والمحيط بيفرق عن نهر وبيفرق عن خليج مغلق أكيد في عوامل بتساهم أو بتسبب بتأثر في نوع هاي الحركة شو همي؟ أول إش نبلش بمساحة سطح المائي زي ما حكينا مساحة سطح المائي بتشمل نوع هذا المسطح إذا كان محيط بحر خليج مغلق بحر ضيق بحر عريض فهذا كله بأثر طبعا على قطر ديه كل ما زادت المساحة أكيد رح تكون الموجة رح تعطيني قوة أكبر أو رح تزداد حركة الأمواج البحرية كل ما كانت المساحة أكبر تاني سبب أو تاني عامل من العوامل المؤثرة عمق المياه طبعا هاي عمق المياه مربوطة بالمساحة فلو بدأ قارن على سبيل المثال محيط مع بحر أكيد المحيط مساحة سطحه أكبر بكتير من البحر فبالتالي كمية أو عمق المياه في المحيط رح تكون أكبر بكتير من البحر فإذا كل ما زادت المساحة إذا رح تزداد عمق المياه إذا رح تزداد حركة الأمواج اللي بتصير في المسطح ثالث سبب أو ثالث عامل سرعة الرياح طبعا هلأ أنا نبدأ أقارن خلينا ناخد مثلا مسطح ماء بحر هلأ أبدأ أقارن حركة الأمواج في هذا البحر لما تكون السماء صافي وما في عندي حركة لا الرياح زي لما تكون في فصل مثلا الشتاء وتكون عندي حركة الرياح سريعة طبعا رح تفرق كل ما كانت عندي سرعة الرياح أعلى كل ما كانت عندي حركة الأمواج رح تكون أكبر فإذا عمق المياه ومساحة سطح المائي وسرعة الرياح هدول عوامل بأثروا في الأمواج البحرية طبعا علاقة بناتهم كلهم طردية كل ما زادوا كل ما زادت حركة الأمواج أو أعطتني أمواج كبيرة طبعا بحكينا معلومات مهمة أنه متوسط طول الموجة تقريبا لخمسين متر ممكن طبعا تصل لبعض الأحيان طبعا إذا كانت أمواج عاتية وكبيرة طبعا في وسط المحيطات توصل لميتان وخمسين متر أما ارتفاحها هاي طول الموجة يعني المسافة بين قمتين أو قاعين أما ارتفاحها يعني بخلينا نحكي المسافة الرأسية من ثلاثة إلى ستة وممكن توصل لثمانية متر طيب هلأ وصلنا لعند إشي ما يعرف بها الأمواج تسونامي شو يعني أمواج تسونامي طبعا كنا سمعنا شو يعني أمواج تسونامي أو يعرفنا معلومات بسيطة كلمة أمواج تسونامي طبعا هي نفسها أمواج بحرية تنشأ بفعلي رياح ولكن اللي بيميزها عن الأمواج العادية إنه طولها كبير يعني ممكن يصل إلى ميت كيلومتر وارتفاحها قليل واحد ونص متر يعني كطول موجي كتير عالية بس كارتفاعي على المسافة الرأسية منخفضة طبعا ليش سبب إنه منسمي أمواج تسونامي يعني طبعا تعتبر كارثة من الكوارث الطبيعية ليش؟ لأنها طبعا هي بتصير بالقرب أو بالمناطق الشاطئية طبعا الأول ما تقترب من هاي شواطئ أو المدن الساحلية طولها بيقل هنا عكس يعني بصير عكس لي خلينا نحكي خاصيتها الأساسية طولها بيقل وارتفاحها بزداد يعني طلعي من واحد ونص ازداد لأربعين متر من واحد ونص متر لأربعين متر فلما ارتفاحي يزيد لأربعين متر إش طبيعي تغطي لي كل المساحة أو المدن الساحلية اللي مقابلها فبالتالي رح تعمل لي على فيضانات وتغرق لي كل هاي المدن الموجودة بجانبها طلع هون عنا طلعي زي ما حكينا عنا طلعي ارتفاع الارتفاع الأمواج تسونامي طبعا نطلع هون مساحة أو خلينا نحكي المدن الساحلية المدن الساحلية فبلاحظ إنه كيف الأمواج بتغطيها بشكل كبير طبعا هون برضو عندي بعض الصور ترسم لي أمواج تسونامي كيف أمواجية عاتية وكبيرة هون نفس الشي شوف طولها وارتفاحها كيف مرت كبير برضو نفس الإشي تمام هلأ آلية حدوث أمواج تسونامي كيف بتصير أمواج تسونامي ماذا سبب الرئيسي اللي خلاها تنشى؟ طبعا أمواج تسونامي هي ناتجة عن ردة فعل ردة فعل لشو؟ هلأ في وسط القاعة المحيط خلينا نحكي بصير عندي أمواج زلزالية بصير زلازل تضرب طبعا من بؤرة الزلزال تضرب لي قاعر المحيط طبعا القاعر المحيط خلينا نحكي بتكون من قشة محطية في إشي طبيعي هاي الصخور أو هاي القشة تتحرك فهاي الحركة بتنشأ عنها ردة فعل هي حركة المياه اللي فوقيها تمام؟ فبالتالي بتنتج عندي أمواج تسونامي طبعا ارتفاعها كل ما قربنا من الشاطئ بزي فبالتالي بتعطيني دمار كتير هائل أو كبير في البنية التحتية للمدن شاطئية اللي بتوصلها أو المدن ساحية اللي بتوصلها هاي الأمواج تمام، هلأ خصائص الموجة باقتراب الشاطئ شو أشياء اللي بتصير أو بتغير بخصائص الموجة كل ما اقتربت من شاطئ؟ أول إشي لما تقترب الموجة من الشاطئ ارتفاعها بزداد وطولها بقل، حكينا عنه ثاني إشي بتعملي على تكسير الصخور الموجود بالشاطئ طبعا، الصخور الموجود بسلها عملية تعريه وحات بفعل هاي المياه لأنه المياه رايحة جاي أو ذهاب وإياب فإشي طبيعي تعملي على تكسير الجزء الخارجي وتكسرها وتفتتها لصخور، صخور أصغر طيب، السؤال عندي بحكي لك فسر يكون خطر أمواجد سنان في المناطق الصحلي كبير طبعا إشي طبيعي حكينا هلا، ليش لأنه ارتفاعتها كبيرة وطبعا طاقتها هائلة يعني أول ما بتصادف أو بتلاقي المدن الساحلية فبالتالي كل طاقتها راح تصوبها وين بهايين مدن، فبالتالي راح تكون قوتها أو قدرتها تدمرية كبيرة باك أنهينا الدرس، يعطيكم العافية وشكرا إلا ترجمة نانسي قنقر